من جامعة محمد بوظياف ولدت الفكرة وبمعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضة نجحت المهمة وبأنامل الدكتور مرنيز محمد جلال جسدت فكرة إنجاز قناع صحي يختلف عن مختلف الأقنعة المتداولة وضع مواصفات متميزة للوقاية من وباء فيروس كورونا المادة التي صنعنا منها المادة هذه هي كونتر شان إلكتريك إزولانت على شان إلكتريك شان مانيتيك ومعهد رياض يعني جماعة يتخدمون في الراديولوجي أو يديرون هذه الأشياء الصينية أو في السكانير أو هذا يسمى هو إزولان حاجة الثالثة أنه الثاني الحاجة الأخرى أنه قابل للتعقيم لمدة سنة الجامعة المسيلة شرعت في عملية توزيع 500 قناع واقي صحي إلى مصالح الولاية موجهة كخطوة أولى للقطاع الصحي الواقي الصحي سيتم تسجيله في المهد الوطني الملكي الصيناء كبراءة اختراع باسم الدكتور مرنيز محمد جلال سنقوم بتقديم 500 واقي إلى السيد الوالي في هذا اليوم من أجل توزيعها على مختلف مصالح الطبية على مستوى الولاية إذن هذا الواقي سيتم تسجيله باسم الطالب مرنيز محمد جلال على مستوى المعهد الوطني للملكية الصناعية كبراءة اختراع خاصة به وبراءة اختراع باسم جامعة محمد بوظياف عملية صناعة الأقنعة الصحية التي تنجز على مصطوى مخابر الجامعة مشروع يجسد انفتاح الجامعة على محيطها الخارجي كيف لا وتمد يدها للمساعدة وفي عزي أزمة جائحة كورونا